اشتركوا في القناة وميتا يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه ما حي الحيا أرضا وما شهقت بتسليم ثم يا رب صلي على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرمك مسلم أحبتي في الله مع برنامجكم المفضل همسات إيمانية نحيا هذه الدقائق بإذن الله تبارك وتعالى حول موضوع في غاية الأهمية ألا وهو دروس وعبر من ميلاد سيد البشر صلى الله عليه وسلم لنستلهم الدروس والعبر ونرى كيف نحتفي ونحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي احتفال يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يجوز الاحتفال بميلاد رسول الله حول هذه المعاني الكريمة المباركة أتحدث فيها مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى أحبتي في الله إن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وذكرهم بأيام الله وأي أيام الله أعظم وأي أيام الله خير من يوم ولد فيه المعصوم صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين أحبتي في الله إن الله تبارك وتعالى ذكرنا في القرآن الكريم وأن القرآن الكريم احتفى واحتفل بميلاد بعض الأنبياء والمرسلين فعلى سبيل المثال يحدثنا القرآن الكريم عن نبي الله عيسى عليه السلام حينما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم كذلك حدث القرآن الكريم عن نبي الله يحيى عليه السلام حيث قال الحق تبارك وتعالى على لسانه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وسيد البشرية جمعاء هو حبيب الله تبارك وتعالى وضع الله تبارك وتعالى محبته في قلوب خلقه وأن الله تبارك وتعالى جعل له المنزلة العظمى والمكانة الكبرى سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فكان النور وكانت البشارة فبميلاده صلى الله عليه وسلم ميلاد للأمة كلها ميلاد رسول الله ميلاد للأمة وبعث جديد في هذه الأمة لذلك نقول طب تحيا وميتا يا رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجنا من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد وأخرجنا من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام صلى الله عليه وسلم لنقول له جاء الحبيب إلى الوجود يتيما والكون في ضرب الظلام سقيما فأنار للكون العلي لظلامه بشريعة لا تقبل التقسيم فهي الشفاء لكل قلب موجع ومزاجها بين الورى تسنيما يا مؤمنون بأن أحمد مرسل صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد بقدر حبك فيه أسألك يا إلهي أن تفرج عن أمة حبيبك ما هم فيه أحبتي في الله نحتفي بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول له يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أن تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لنحيا في هذه الدقائق بكثرة الصلاة والسلام على سيد البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وذاك هو عين الاحتفاء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عندما نقول نحن في ذكرى ميلاد رسول الله وأخصصت بالذكر كلمة الذكرى لأن الذكرى لا تأتي إلا بعد نسيان وكثير من الأمة نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تناسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة الانشغال بالدنيا والتعلق بها عن ذكرنا لرسول الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله احتفالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفت مشارب الناس ومذاهبهم في كيفية الاحتفاء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الناس ما احتفى برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمطعومات والمشروبات ومنهم من احتفى بميلاد رسول الله بالأذكار والأشعار ومنهم من احتفى برسول الله بإقامة الندوات وغيرها هنا وهناك ولكن يعني لا بد أن نقيم احتفاء يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق على الإطلاق وأكرم الخلق عند الله تبارك وتعالى أولا احتفاؤنا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشكر الله عز وجل أن من علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأي نعمة في ديننا أعظم من نعمة وجود رسول الله في حياتنا أنا أسأل نفسي وأحبتي تخيل أخي الحبيب وأختي المسلمة لو أنا بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة كيف نحيا كيف نعيش كيف تكون حياتنا كيف يكون مآلنا ذهابنا إيابنا كيف يكون رواحنا وغدونا كيف تكون أحوالنا مع بعضنا البعض مع أعدائنا مع أصدقائنا مع آبائنا وأمهاتنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا وضحها لنا صلى الله عليه وسلم فهو أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها علينا وصدق الله العظيم إذ يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فالأمة كانت في ضرب الظلام وكانت تسير فيتيهن وكان القوي يأكل الضعيف وكان الناس يأكلون أموالهم بينهم بالباطل ويصدون عن سبيل الله وكانوا يأكلون الربا عيانا بيانا جهارا نهارا لا يخافون الله عز وجل في أنفسهم ولا يخافون الله في إنبات أجسادهم وكانت المرأة عبارة عن عارية مستباحة ليس لها قيمة في المجتمع فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبان لنا مكانة المرأة في الإسلام وقيمة المرأة عند الله تبارك وتعالى وعظم شأنها عند الله تبارك وتعالى حيث قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نور من الله عز وجل لنا أنار لنا حياتنا أضاء لنا بصائرنا النبي صلى الله عليه وسلم هدانا إلى طريق السبيل حيث قال الحق تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رسول الله صلى الله عليه وسلم نور من الله لنا في حياتنا يضيء لنا حياتنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن شئت أن تسمع لقول الحق تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فهو النور صلى الله عليه وسلم جاءنا جاء البشير صلى الله عليه وسلم إلينا لكي ينير لنا حياتنا ويضيء لنا طريقنا ويبصرنا بأمور ديننا ويعرفنا بربنا سبحانه وتعالى لذلك سئل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قيل له كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بربي فجاءني محمد صلى الله عليه وسلم فعرفني مراد ربي من ربي سبحانه وتعالى احتفاؤنا واحتفالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بسنته بعد أن نشكر الله على نعمة رسول الله في حياتنا ووجود رسول الله وسنة رسول الله بيننا نحمد الله عز وجل وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئته في سنته في كل أحواله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة أي قدوة واتباعا لا ابتداعا شأننا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نحتفي برسول الله احتفال اتباع وليس احتفال ابتداع لأن الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين نحتفي برسول الله ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في صدقه حيث أن الله تبارك وتعالى قال في شأنه صلى الله عليه وسلم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون جاءنا بالصدق صلى الله عليه وسلم فهو القائل من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا نسأل الله السلامة والعافية فاقتداؤنا برسول الله اقتداءا به في صدقه رسول الله ما كذب في حياته قط اسمع يا أخي المسلم هذه القصة لترى كيف كان دهاء رسول الله وصدق رسول الله حتى مع الأعداء النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو واقفا مر عليه أحد أصحابه مسرعا فقال يا محمد يا رسول الله إن القوم بي يريدون قتلي وهم الآن خلفي يا رسول الله لا تخبرهم عني والتف في حصير حتى لا يراه من وراءه من عدوه فجلس النبي في مكانه فمر القوم وقالوا يا محمد هل مر بك أحد من هنا فقال صلى الله عليه وسلم منذ أن قعت ما مر بي أحد منذ أن قعت ما مر بي أحد صادق صلى الله عليه وسلم فكان جده جد وهزله جد صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا انظر المرأة التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادعوا الله لزوجي أن يكون من أهل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم أنت زوجك الذي في عينه بياض فذهبت المرأة تقلب بصرها في وجه زوجها وتنظر لعينه وتقول له هل في عينك بياض فضحك زوجها وقال وهل عين إلا وفيها بياض صدق صلى الله عليه وسلم فكان يمازحها صلى الله عليه وسلم ولكن كان هزله جد وجده جد صلى الله عليه وسلم تأتيه عجوز أخرى وتقول أدعو الله لي يا رسول الله أن أكون من أهل الجنة فيقول لها لا يدخل الجنة عجوز فتمضي المرأة حزينة مهمومة باكية فيناديها صلى الله عليه وسلم ليطيب خاطرها ويقول لها من الذي أحزنك قالت أوما قلت لا يدخل الجنة عجوز قال لها أوما سمعت قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا ستعودين إلى شبابك إن شاء الله في الجنة فضحكت المرأة وهكذا كان فعاله صلى الله عليه وسلم لا يكذب في حياته أبدا أما كون إنسان يكذب من أجل أنه يثبت للآخر صدق قوله هذا لا يجوز أبدا لا يجوز أبدا قال صلى الله عليه وسلم سئل صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن بخيلا قال نعم أيكون المؤمن جبانا قال نعم قيل يا رسول الله أيكون المؤمن كذابا قال لا المؤمن لا يكذب أبدا وإن كان الكذب ينجيك فالصدق أنجى كما قال صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صبره هكذا يكون احتفاؤنا برسول الله اقتداء به في صبره حيث أن الله تبارك وتعالى وضح لنا كيف كان صبر رسول الله وكيف أمر الله عز وجل رسوله بالصبر قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أمره بالصبر على الطاعة وأمره بالصبر مع العدو قال الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه الآية نزلت على رسول الله بعد أن قتل حبيب رسول الله عمه وأخيه من الرضاع حمزة أسد الله حمزة بن عبد المطلب فبكى النبي وحزن النبي حزنا شديدا حتى رؤيا أثر الحزن في وجهه صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لئن أذفرني الله عز وجل بقتال معهم لأمثلن بسبعين من أشرافهم فأنزل الحق تبارك وتعالى قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيها الحبيب وأخت الكريمة كلنا مبتلى والدنيا دار بلى فلا بد لنا من الصبر والاحتساب وأن نصبر لأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مستقر فخذوا من ممركم لمستقركم وفعلوا ما يرضي ربكم وفعلوا ما يرضي ربكم أحبة في الله لننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صبر على الإبتلا رسول الله أوذي في نفسه في جسده سال الدم الزكي من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم من عدوه خنق صلى الله عليه وسلم بردائه حتى كادت أن تخرج أنفاسه رسول الله وضع على رأسه سل الجزور وهو ساجدا عند البيت الحرام وصبر وما ضعف وما استكان بل كان من الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن بيديه براحته الشريفتين ستة من أبنائه قبل موته صلى الله عليه وسلم وأي مصاب أعظم وأي مصاب أعظم من ذلك المصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن حبيبة قلبه وقرة عينه وأنسه بعد الله عز وجل زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء الجنة دفنها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة انظر إلى هذا المصاب ليس هناك مصاب أعظم من ذلك بل حورب في دينه صلى الله عليه وسلم طرد من بلده وإيوائه وخرج صلى الله عليه وسلم حزينا من بلده وجبر الله عز وجل بخاطره وأنزل عليه آيات تتلى إلى يوم الدين إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وعاد رسول الله إلى مكة فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم فنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صبره نصبر لأن الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فاصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي واصبر صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غدي أو ما ترى أن المصائب جمة وأن المنية للعباد بمرصدي فإذا بليت بمصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمدي صلى الله عليه وسلم نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جوده وكرمه كان أجود الناس على الإطلاق قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه بالقرآن فلكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل من بني أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما بين جبلين والرجل ينظر إلى الأغنام والنبي يحدسه عن الإسلام فأعجب الرجل بالأغنام ولم ينتبه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل هل تعجبك؟ قال بلى يا محمد قال تأخذها وتسلم قال بلى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال هي لك فاستاق الرجل الغنم أمامه غنم بين جبلين أكثر من خمسمائة رأس من الغنم استاقها أمامه ويجري الرجل حتى وصل إلى قومه ونزل بينهم وقال لهم يا قوم أسلموا أطيعونهم أسلموا أسلموا لقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس أجود الناس في كل شيء جواد في جبر الخواطر جواد في مشاعره مع زوجاته ومع أهل بيته جواد في تربيته لأبنائه جواد مع الصديق ومع العدو مع الحبيب القريب ومع الغريب جواد صلى الله عليه وسلم في كل شيء كان صلى الله عليه وسلم يرى أثر الجود حتى في عبادته مع ربه صلى الله عليه وسلم كان كريما انظر يا أخي الكريم يأتي أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحتفي بميلاد رسول الله لنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي هذا الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة من حشو أو من أدم فيخنق بها رسول الله حتى روي أثر ذلك في عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أدي ما عليك إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل تماطلون في آداء الحقوق فقام عمر بن الخطاب فاروق الأمة رضي الله عنه أرضاه ليؤدب شخص من اعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي ما يا عمر دعه كان يكفيك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب يكفيك ذلك يا عمر لا تروعه ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يأخذه وأن يذهب به إلى بيت المال ويعطيه حقه ويزيده عشرون درهما جزاء ما روعه انظر إلى كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم كان من كرمه أنه إذا صافح أحد لا يرسل يده حتى يرسل الآخر يده وكانت يده صلى الله عليه وسلم وكفه ألين من الحرير صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله اقتداؤنا واحتفاؤنا برسول الله نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته في تعلقه بربه في خشوعه لربه في استكانته واستعانته بالله عز وجل هكذا يكون الاحتفال والاحتفاء الذي يليق بمقام رسول الله لكن كونك مسلما تقول إني أحب رسول الله وتصلي الفرائد ولا تؤدي السنن أذلك من محبة رسول الله أنك لا تصلي على رسول الله أذاك من محبة رسول الله أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت عباداته لربه حتى تكون محبا مقتديا متبعا برسول الله صلى الله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عنه سيدة الطهر والعفاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الليلة حتى تتفتر قدما أي كانت تتورم قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الوقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يأتيه بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه ليؤذنه لصلاة الفجر يا رسول الله الصلاة والنبي ساجدا لربه باكيا فبكى صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت لحيته وسجد فبل ما تحت جبينه صلى الله عليه وسلم من شدة الدمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله بلال لما تبكي يا رسول الله ألم يغفر الله عز وجل لك ما تقدى من ذنبك وما تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات من آل عمران هكذا يكون احتفاؤنا واحتفالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نحتفي برسول الله اتباعا له في عباداته بربه كان أخشى الناس لله وأتقاهم لله وأنقاهم لله صلى الله عليه وسلم ذهب ثلاثة رهت للنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت زوجاته فذهبوا إلى أخبر الناس بحال رسول الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليسألوها عن عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثتهم عن قيام الليل وصوم النهار واجتهاده صلى الله عليه وسلم في الطاعة والعبادة فقال أحدهم أما إني والله لأقيمن الليل ولا أرقد وقال الآخر وأصوم النهار ولا أفتر وقال الثالث وإني لا أتزوج النساء فقال صلى الله عليه وسلم وقد سمع مقالتهم وخرج إليهم وقال صلى الله عليه وسلم قد سمعتم ما قلتم أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أقيم الليل وأرقد وأصوم النهار وأفتر وأتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني هكذا كان صلى الله عليه وسلم كانت عباداته لربه يقيم الليل بآية واحدة يبكي بين يدي ربه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يدعو بهذا الدعاء ويكرر صلى الله عليه وسلم ثم يسجد لربه ويقول اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي انظر أخي المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت عباداته بربه سبحانه وتعالى أنه كان من شدة خشيته لله كان يثقل على نفسه في العبادة فإن الحق تبارك وتعالى أوصاه بذلك مسبقا لما نزلت عليه الرسالة قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته لربه كان يتعبد إلى الله في الليالي ذوات العد يصعد إلى جبل حراء ليتعبد إلى ربه ويقيم ليالي رمضان هناك وتأتيه زوجه وحبيبة قلبه السيدة خديجة بنت خويلت بالطعام لرسول الله في مكانه وهو يتعبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحتفي بميلاد رسول الله بأننا نقتدي برسول الله في شجاعته كما أننا نقتدي به في صبره نقتدي به صلى الله عليه وسلم في جوده نقتدي به صلى الله عليه وسلم في عبادته نقتدي به صلى الله عليه وسلم في صدقه أيضا نقتدي به صلى الله عليه وسلم في شجاعته كان أشجع الناس على الإطلاق وكان صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل ميزة لم يعطها لنبي قبله أنه نصر بالرعب مسيرة شهر عندما يعلم العدو أن رسول الله قادما قبل أن يقدم عليهم بشه يقزف الله في قلوبهم الرعب والخوف والهلع من مقدم رسول الله صلى الله وسلم عليهم انظر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سيدنا الحارسة ابن مضرب رضي الله عنه أرضاه يقول من قول علي بن أبي طالب كنا إذا حمي الوطيس والتقى القوم بالقوم والتقى بنا العدو كنا نقتفي أو نقتدي أو نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله أسبقنا للعدو يقفون وراء النبي صلى الله عليه وسلم يحتمون برسول الله من شدة قوة رسول الله وشاجاعته وبأسه ولكن مع قوة النبي وقوة شجاعته صلى الله عليه وسلم إلا أنه ممتدت يده على مرأة قط وما ضرب بيده خادما قط إلا أن ينتهك حدا من حدود الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يحارب الأعداء ويحارب ومن يحارب دين الله تبارك وتعالى ولكن لا تمتد يده على أحد قط ولا ينتصر لنفسه قط صلى الله عليه وسلم هكذا يكون احتفاؤنا برسول الله أنه سيد الشجعاء فلك أن تفخر برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في نصرته للمظلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال ترده عن ظلمه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى رجل هذا الرجل في حيرته حيث أن أبا جهل أخذ منه ماله ولم يرد عليه ماله فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي في القوم يا معشر قريش من ينصرني ومن يرد علي مالي فإن أبا الحكم أخذ مني مالي ولم يرد إلي مالي فقام النبي صلى الله عليه وسلم الناصر للمظلومين صلى الله عليه وسلم ويذهب ويأخذ بيد الرجل إلى بيت الحكم ابن هشام أبي جهل ويقول له أعطي هذا الرجل حقه فقدخل وهو يرتعد ويأتي للرجل بماله ويرد عليه حقه فقالوا يا أبا الحكم ماذا حدث لك رأيناك وقد تغير لونك ورأيناك وقد ارتعدت فرائسك عندما أتاك محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم على نبينا محمد فقال لما أتاني والله رأيت ثورا عظيما فوق رأسه أما إني لو لم أسمعه لالتقمني ذلكم الثور فإني أطعته مخافة ما رأيت هكذا وضع الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ليكون ناصرا للمظلومين فإلى المظلومين في كل مكان من الناصر لهم المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أخي الكريم يا من تظلم زوجتك يا من تظلم أختك يا من تظلم أمك وأباك يا من تظلم صديقك في العمل يا من تعتدي على حقوق الناس يا من تأكل أموال الناس بالباطل أما تخاف الله أما تخاف الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم أن بطش الله شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أد ما عليك اليوم ورد الحقوق لأصحابها عجبت كل العجب لأخ يتحدث وقد أكل حقوق أخواته البنات الأربع واستأثر بالمال كله فجئنا إليه وقالوا له أعطنا حقنا ميراثنا من أبينا قال ليس لكم عندي شيء إنه كتب كل شيء لي يحمله ووزره بين يدي الله حدثته وقلت له رد الحقوق لأصحابها اتق الله عز وجل إن القرآن يأمرك وينهاك إن رسول الله يقول لك كذا وكذا قال ولكن القانون لا يحمي المغفلين هكذا قال وقال أنا معي ورق يثبت ذلك قلت والله لن ينفعك هذا الورق بين يدي الله تبارك وتعالى القائل في القرآن وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ لَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا أي فردا فردا كل واحد يلقى الله عز وجل وحده وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كما خلقناكم أول مرة أي حفاتا عراتا مثلما نزلتم من بطون أمهاتكم لا معك محفظة تحمل فيها المال ولا حقيبة تحمل فيها العقود والأوراق المهمة والرسمية ولا معك وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لم نرى معكم المحامون الذين كنتم تتشفعون بهم في الدنيا لم نرى معكم الصلاطين لم نرى معكم شهود الزهر لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون عاينتم الحقائق وأصبحت الآن محاسما بين يدي ربك وخل بل حضرتك ستسأل حتما لا محالة عن أربع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه الشيء اللي ستسأل عنه مرتين يا أخي المسلم وأخت المسلمة المال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فلإلى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ألم تتسمع أو تسمع لقول الحق تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا تخاف على أولادك الضيعة اتق الله عز وجل فيهم قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فاتق الله عز وجل ورد الحقوق لأصحابها وتحلل منها اليوم قبل غد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يجاوز أحدكم الجسر حتى يؤدي ما عليه من مظلمة قال الله تعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ماذا ستقول لربك سحانه وتعالى وهو القائل وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون فرحام بالتركة اللي موجودة تحت إيدك مبسوط وسعيد بالمال اللي أنت جمعته جمع الحرام على الحلال فأكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره بتجمع وماذا تحصد ما الذي ستحصده وما الذي ستأخذه معك أليس لك فيما مضى معتبر ألم تعتبر من حال السابقين ذهب رجل إلى المقابر ووقف بينها يقول أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر أين المذل بسلطانه أين العزيز إذا مفتخر وسكت هنيها فسمع من يرد عليه ولم يرى له أثر قائلا له تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر يا أخي الكريم ستموت كلنا سنموت إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فكيف بنا نحن إن الله قطع كل الأمان على رسوله صلى الله عليه وسلم قال له إنك ميت وإنهم ميتون قال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإم التفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت هو الموت ما منه ملاذ ولا مهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب حكم المنية في البرية جار ما هذه الدنيا بدار قراري فشغلتك الدنيا تعلم من رسول الله كيف ينصر المظلومين فكيف بك لو كنت أنت الظالم عفوك اللهم عنا خير شيء نتمنى إن يكن بك ربي قد جهلنا أو أسأنا أو أخطأنا إن يكن منك إنعاما ومنى فعاملنا يا ربي بالحسنى فعاملنا يا ربي بالحسنى رد الحقوق لأصحابها الدنيا شغلتك وأخدتك ومعادتك عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم سترحل عن الدنيا وستركها يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل بادر بالتوبة بادر بالأوبة بادر بالندم والرجوع إلى الله فإن ظلمة القبور لا تطاق فإن ظلمة القبور لا تطاف لن ينفعك إلا عملك قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أد الحقوق لأصحابها رد المظالم اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم اقتدي به صلى الله عليه وسلم في نصرة المظلومين محبتنا لرسول الله واحتفاؤنا برسول الله صلى الله عليه وسلم احتفاؤ بمحبته والاحتفاء بمحبة رسول الله ليست كما نرى اليوم من دق الطبول والرقص والزمر ليس ذلك من دواعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا رسول الله بذلك على الإطلاق لكن محبتنا لرسول الله محبة اتباع وليست محبة ابتداع محبتنا لرسول الله اتباعا لسنته اقتداءا بهديه اقتفاءا لأثره سيرا على منهاجه اتباعا لأوامره اجتنابا لنواهيه هكذا يكون محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون محبة قولية محبة فعلية محبة روحية وجسدية ظاهرية وباطنية أن تحب رسول الله بكلك يهنك صلى الله عليه وسلم أن ترى رسول الله في كل أحوالك أن ترى رسول الله في معاملتك لزوجتك أن ترى رسول الله في معاملتك وتربيتك لأبنائك أن ترى رسول الله في برك بأبيك وأمك أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاتك في عملك وأن تتق الله عز وجل فيما وليت فيه وأن تخاف الله في من هم تحت ولايته وأن تقيم الحق والعدل بينهم ولا تكن ظالما فإن الله سائلك عن ذلك فما من راعن استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة كما قال سيد الأمة صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولديه والناس أجمعين قال أنس فوالذي نفسي بيده لكان رسول الله أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وقال علي بن أبي طالب إمام المشارق والمغارب ابن عم رسول الله والله إنا كنا نحب رسول الله فلكان رسول الله أحب إلينا من الماء البارد على الضمأ من شدة الماء البارد على شدة الضمأ تخيل واحد حيموت من العطش وأدركته شربة ماء مشبرة وهو في شدة الضمأ والعطش فتناولها وشرب وقال الحمد لله كيف يكون سروره ومحبته لهذه الشربة هكذا كانت محبة أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف يا أخي الكريم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله ما وصلوا لهذه المنزلة إلا لمحبتهم لرسول الله محبة صدق محبة صدق قال الله فيهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قال الله عز وجل فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة كانت محبتهم لرسول الله محبة اتباع طاعة له صلى الله عليه وسلم لأنهم علموا قول الله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين علموا قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي نالوا هذه المنزلة بعد أن كانوا رعاة الإبل والغنم والبقر أصبحوا سادة لجميع الأمم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يحبون رسول الله فيفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم ومهجهم وأرواحهم وآبائهم وأمهاتهم يفتدون رسول الله بكل ما يملكون فكان الواحد منهم يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس الصحابي رضي الله عنه وأرضاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس حازينا مهموما حتى يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما الذي أهمك؟ ما لي أراك مهموما حزينا؟ قال يا رسول الله تذكرت موتي وموتك فإذا كنا يوم القيامة ودخلنا الجنة تكون أنت في الفردوس الأعلى ونكون نحن أدنى منك منزلة يا رسول الله إذا كنت أنت توحشنا من صلاة العشاء إلى الفجر فكيف نصبر على عدم رؤيتك؟ فأنزل الحق تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم الدين يجبر بخاطر الكسير لمحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فيقول الحق تبارك وتعالى وَمَن يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أخي الكريم كل شيء في الكون أحب رسول الله تخيل الجن الإنس الأحجار الأشجار الأصنام أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحجار أحبت رسول الله الحيوانات كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم حجرا ببطحاء مكة ما مررت عليه إلا قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقف على جبل أحد فيهتزل ويضطرب الجبل من تحت قدم رسول الله فرحا أن سيد الخلق سيد الأولين والآخرين يقف فوق هذا الجبل فيقول صلى الله عليه وسلم أثبت أحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والصديق أبي بكر الصديق والشهيدين عمر فاروق الأمة وحيي الأمة عثمان بن عفان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين كان صلى الله عليه وسلم تحبه الحيوانات تأتيه خشاف في البرية الضبي تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله وقد أنطقها الله بكلام من كلام البشر والحديث عند الإمام مسلم يا رسول الله إن رجلا حبسني ولي خشافان أي ولدان صغيران لا هو الذي تركني لأرضعهم ولا هو الذي ذبحني فأستريح فقال النبي أئن تركتك رضت إليهم قالت بلى وإلا عذبني الله عذابا عشقا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستأزن صاحبها الذي استاضها ويفك وثاقها فتنطلق يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فوالذي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لقد رأيتها تسيح في البرية أي تجري في البرية وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشكو لرسول الله كثرة الحمل على ظهره وعدم رفق صاحبه به فيقول النبي أتبتعني إياه قال يا رسول الله ما عندي ظهرا ما عندي ظهر أركبه سوى وما عندي شيء أبتع وأشتري عليه غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفق به فإنه قد اشتكاني كثرة الحمل عليه من لا يرحم لا يرحم صلى الله عليه وسلم كل شيء أحب رسول الله الحيوان الطيور كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم مظلمتها أحد الصحابة يأخذ فرخا صغيرا طائرا صغيرا في حجره يداعبه ويلاعبه وإذا بفرخ يهوي ويطير يهوي ويطير على رسوله سلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذا الفرخ في ولده فقال صحابي أنا يا رسول الله قال رده لها رحمة بها رده لها رحمة بها انظروا إلى رحمة رسول الله انظروا إلى كل الحيوانات كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن الأشجار كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم جذع النخلة حن لرسول الله وبكى وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نعطر هذا المجلس المبارك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه أسألك يا إلهي أن تفرج عنا ما نحن فيه اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد بقدر حبك فيه أسألك يا إلهي أن تفرج عنا ما نحن فيه يا رب صلي على النبي المجتبى ما يمم الزوار مسجد يثربى يا رب صل على النبي وآله ما لاح برق في الأباطح أو خبا يا رب صل على النبي وآله ما اهتزت الأثلات من نسج الصبا يا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه فما حق أوجبا صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن إليه وأفصحت الضبا صلوا على من تدخلون بهديه دار الكرامة وترجون المطلبا صلوا عليه وسلموا تشفعوا وترحموا فهو شفيعكم يوم يشيب كل طفل أصغر وآنا أسأل نفسي سؤال أيها الأحبة هل نحن نحب رسول الله أنا مش عايز حضرتك أو حضرتك نتعجل بالإجابة صبرا رويدا أكيد اللي جالس الآن يبتسم ويقول نعم أنا أحب رسول الله حقيقي أنا بمحب النبي صلى الله عليه وسلم رويدك أخي الكريم انظر إلى محبتنا لرسول الله ومحبة أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب النبي صلى الله عليه وسلم بكل جوانحهم وأوانحهم محبة صدق بأقوال وأفعال بكل شيء انظر للطفيل ابن أبين عن أبيه رضي الله عنه أرضاه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل من صلاتي لك يعني أنا بنعبد ربنا كتير و بنذكر ربنا كتير و بنسبح كتير و بنستغفر ربنا كتير و بنصلي و نقيم الليل فكم أجعل من صلاتي عليك يا رسول الله أجعل في صلاتي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت قلت الربعة يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ما شئت و إن زدت فهو خير لك قلت الثلث يا رسول الله قال ما شئت و إن زدت فهو خير لك قلت النصف يا رسول الله قال ما شئت و إن زدت فهو خير لك ثم قلت الثلثين يا رسول الله قال ما شئت و إن زدت فهو خير لك يعني أنا بدل أن أسبح أو أستغفر أو أحمد الله أو أكبر الله أجعل معظم الوقت سلسي هذا الذكر صلاة عليك يا رسول الله فقال يا رسول الله إذن أجعل صلاتي كلها لك أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك تكفى همك يا مهموم يا من عليك الديون يا مثقل بالهموم أكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيفرج عنك بإذن الله تبارك وتعالى أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو القائل وهو الصادق لا ينطق عن الهوى إذن تكفى همك ويغفر ذنبك الله يكفيك كل شيء من هموم الدنيا يرد الله عنك هموم الدنيا بأسرها ويغفر الله عز وجل ذنوبك كلها ما كان بينك وبين الله أما ما بينك وبين العباد ففيه القصاص إن لم تؤديه في الدنيا طيب أصحاب النبي كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة صدق انظر يا رعاك الله انظر يا أخت المسلمة كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الشريفة العثيفة يأتيها خبر وفاة زوجها فتقول كيف برسول الله كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهمني خبر زوجي فجاءها خبر أبيها فقالت يا رأة قالت كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءها خبر ولدها فقالت كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لها إن رسول الله بخير فقالت كل مصيبة جلل بعدك يا رسول الله بعد أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم وحمدت الله على سلامة رسول الله لأنها علمت أن رسول الله أصيب يوم أحد انظر يا أخي الكريم إلى ذلكم الصحابي الذي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وترس جسده فوق النبي صلى الله عليه وسلم ليحمي رسول الله من سهام العدو وسيوفهم حتى طعن في جسده أكثر من سمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وهو محنيا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله انظر انظر إلى الصحابي الذي يقف أمام النبي ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله لا تشرف على الأعداء حتى لا يصيبك سهامهم نحري دون نحرك يعني إن أصاب سهم وأرادوا بك السوء فنحري دون نحرك يا رسول الله انظر إلى الصحابي زيد بن الدثنة رضي الله عنه أرضاه لما ساومه الأعداء وحاولوا أن يقتلوه وفعلوا به الأفاعيل والأعاجيب صبر واحتسب في ذات الله تبارك وتعالى وما استكان وما ضعف وما هان أمام العدو فقالوا ترضى أن يكون محمدا في مكانك يقف مكانك هنا مغللا بالقيود ومقيدا من قدمه ويده وأنت سالما معافا في بدنك وأهلك قال والله لا أرضى أن أكون سالما معافا في جسدي آمنا في أهلي ويصاب رسول الله بشوكة في أنمله ولله ضر القائل أصرت قريشا مسلما في غزوة فمضوا بلا وجل إلى الصياف ساوموه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف قال كلا لا نجوت من الردى ويصاب أنف النبي برعافي صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد نحتفي بميلاد النبي احتفاء اتباع احتفال محبة احتفال صدق نقيم سنة رسول الله والله ما ضعفت الأمة وأصبحت قصعة مستباحة في نظر عدوها أرادوا أن يأكلوها بين عشية وضحاها إلا يوم أن تخلينا عن منهج رسول الله وعن سنة رسول الله وعن القرآن الكريم لأن رسول الله أوضح لنا الطريق وأوضح لنا السبيل قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي تعالوا بنا نرجع للقرآن والسنة أنا أتعجب كل العجب عندما أسأل طالب جامعي أقول له ماذا تعرف عن النبي والله بالأمس يحدثني أحد الإخوة يقول أنا أسأل أحد الأبناء يقول له من النبي قال لي الله لا يعرف من النبي ذلك الغش في التربية وذلك ظلم لأبنائنا ذهبنا بأبنائنا إلى الدروس هنا وهنا وعلمناهم هنا وهنا وذهبنا بهم إلى الأماكن الطرفيه وغيرها ولكن هل ذهبنا بهم إلى من يعلمهم أمور دينهم ويفقههم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لو سألنا أي شاب النهاردة ماذا تعرف عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عن سن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في فعله في ثيابه في كلامه في مشيته في ضحكه في حزنه وغير ذلك لم نرى إجابة من الشباب أيها الأحبة يعني كنت أتمنى أن أتحدث أكثر وأكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن المجالس لتحلو بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حسبي وحسبكم أننا نكثر من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ندعو الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاقتداء بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها عظيمها وحقيرها ما علمنا منها وما لم نعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اغفر لنا الذنوب التي توجب النقم واغفر لنا الذنوب التي تحجب النعم واغفر لنا الذنوب التي توجب البلاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب التي تمنع المدد من الأرض أو السماء اللهم ارزقنا محبة نبيك والاتباع له والاقتداء بسنته والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم اللهم شفعنا فيه اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم كما آمنا به ولم نره اجمعنا مجمعه أوردنا حوضه نسقنا من يده شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا حتى نكون من الفائزين بصحبته في الجنة يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين يا رب المستضعفين كل فلسطين يا رب العزة كل غزة يا رب المستضعفين كل المستضعفين كل المستضعفين المحاصرين اللهم تولى أمرهم في الحصار والعراء أطعم جائعهم واكس عاريهم ورد غائبهم وداوي جريحهم وانصر مظلومهم اللهم سدد رميهم عليك بأعدائك عداء الدين الذين يمكرون بنا في كل مكان يا رب العالمين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لعبادك الموحدين عبرة وآية إلهنا وسيدنا لا ترفع لأعداء الدين في الجو طائرة إلا أسقطها ولا في البحر سفينة إلا أغرقتها ولا على البر دبابة أو جنديا إلا أهلكتهم يا الله اللهم احفظ مصر وأهلها وقيادتها من كل شر وسوء وارزقنا الخير يا رب العالمين صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل في عيشنا كدا أو نصبا أو تعبا صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم لكم مني أطيب المنا دمتم ودامت أوقاتكم عامرة بالخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته عشيقات ترجمة نانسي قنقر